القرد المغرور حكاية من التراث الصيني القديم منذ زمن بعيد جدا كان هناك جبل يدعى كاكا يقع عبر البحر الكبير وعلى بعد خطوات قليلة منه كانت هناك ايضا صخرة ضخمة على قمة ذلك الجبل وفي يوم من الأيام ومن داخل تلك الصخرة سقط قرد صغير لماذا كل هذا الهرج إنه مجرد قرد بسيط ماذا قرد أنا مجرد قرد هذا صحيح إنك قرد بسيط هذا مستحيل لقد خلقت لأكون أقوى مخلوق على هذه الأرض هذا معروف لكن للأسف أنت ما زلت قرد صغير فحص ماذا أنا قرد كلا لا أريد لا أريد لا أريد وأنا أكون قردا يا حسنا سوف أبدو وجهودي ليكون أحسن قرد في العالم أيها الغبي أنا سيد القرد ولا استأند أصمت أنت حيوان حسنا دعنا نحسب الأمر إذا سأقدمك يبدو أن القرد الذي سقط من تلك الصخرة ينبح ويعظ كالكلب أيها الغبي ذهب كوكي إلى الرجل الوقور والتمس منه أن يدربه على فنون القتال فوافق الرجل شكرا لك شكرا وابتدأ التمرين الصارم القاسي التمرين الأول الدمرين الثاني هو الركوب فوق السحاب حسنا لقد تخلف القرد كثيرا في أداء واجبه لكنه استمر على تمريناته باذلا قصارى جهده وبعد ذلك يا له ياه هذا رائع بعد سنوات عديدة من التمرين المرهق خرج القرد ليرى العالم من خلال سحابه وبطريق يدعى نيويو ذلك الطريق الذي يغير مساره بأمر منه انتظروا وسترون كيف سأخذ العالم يهو وبعد عدة سنوات هذا هو العالم الذي يعيش فيه الملك الكبير تينتي وهو أكثر الملوك أبها سيدي حدث شيء رهيب ماذا هناك؟ قرد في الباب يا سيدي ماذا؟ قرد وما الذي يريده؟ لا أدري عما يتحدث لكنه واقع جدا هيا أخبرني بسرعة إنه يريد منك أن تسلمه المملكة نعم يا سيدي ماذا؟ يقول إنه يريد أن يأخذ مملكتي؟ هذا أنت إذن أيها القرد الذي يريد أن يمتلك عرشي؟ نعم هذا صحيح أريد أن أحكم مملكتك لأنني أكثر منك قوة وكفاءة هل تفهم ذلك؟ يجب أن تعرف يجب ماذا؟ يا لك من قرد وقع ألا تخاف مني أبدا؟ أنت قرد متوحش؟ انظر هناك انظر هناك ألا ترى ذلك جيدا؟ هاذا؟ هذه مجرد لعبة ولا ننظر يهو هيا الكل دخل يا ابنتي السحابة العجيزة أيتها النجوم انطلقي هيا هيا تقدمو تقدمو هيا 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 النار أيها الجنين بما أن جيش كوكي كان متدربا بشكل جيد فقد أصبحت المعركة لصالحه لا فائدة من ذلك هيا تراجعوا تراجعوا ما هذا لا أصدق لا أصدق آه يا لهم من أتباع المخلصين كل هذا من عجل القرد صغير قرد صغير أنا قرد كيف تجرع على ذكر هذا الكلام السخيف سوف ألقنك درسل آه آه ثبت بوذا ذلك القرد الصغير في جبل كبير ثم ثبت في قمة الجبل تعويذة تقي كوكي الصغير من قوته وجبروته أخرجوني 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 لا فائدة أبدا من مقاومة القرد فقد سقطت الصخرة على ظهره وكان عليه أن يبقى تحتها خمسمائة عام خمسمائة عام هل يتوجب علي أن أنتظر كل هذا؟ لا لا يمكن أخرجوني أخرجوني مسكين هذا القرد فقد كان بالفعل مغرورا بقوته لذلك كان عليه أن يتحمل تبعة سوء تصرفه أما أنتم يا أحبائي فإياكم والغرور مضى زمن طويل منذ أن وضع كوكي في عمق الجبل وأخيرا وبعد خمسمائة سنة كان اليوم الذي انتظره كوكي طويلا ففي هذا اليوم عبر ذلك الجبل رجل يدعى سانزوشي أيها الرجل أيها الرجل أيها الرجل من المتكلم؟ أنا هنا تحت الجبل هذا قرد ما الذي تفعله هنا أيها القرد المسكين؟ أنت المنقذ إذن هيا خرجني بسرعة حسنا حسنا أنت إذن القرد المتوحش الذي حدثني عنه بوذا لا تسميني قردا لدي اسم أنا أعتذر إذا لم تخني ذاكرتي فأنت كوكي سأخلصك إذا أسديت لي معروفا معروفا؟ أريد منك أن تصبح تابعا لي وأن تدافع عني حتى نصل إلى التينجيكي ما رأيك بذلك؟ ها؟ هل توافق؟ أخبرني أنا تابعك؟ لا أراك متحمسا ولكن لا خيار أمامك لما لا أكون تابعا له ما الضرر في ذلك؟ ها؟ حسنا سأكون تابعا لك كما تشاء رائع والآن ضع هذا فوق رأسك هيا خد ما هذا؟ بوذا هو الذي أعطاني إياه هذه علامة تدل على أنك تابع لي هيا البسها وضع سانزوشي الطوق الذهبية فوق رأس كوكي بعد ذلك وقف أمام الجبل وردد بعض الكلمات الغريبة الغامضة وهكذا وبفضل سانزوشي استطاع كوكي أن يتحرر من الجبل ليكون تابعا لسانزوشي ها؟ 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 لقد أنقذتني أنقذتني حسنا يا كوكي هل ستنفذ وعدك؟ طبعا سأنفذ وعدي يا السحابة الطائرة تعال أيها الرجل سوف أدعك تنكب معي هيا بنا هيا كوكي لا يمكن أن تفعل هذا إذا لم نقاوم ونكافح ونمشي خطوة خطوة فإن بوذا سوف لن يعطينا أي تموعظة ماذا؟ نمشي طوال الوقت؟ كان سانزوشي يريد أن يروض كوكي ويعوده على مشقة السير في الجبال والوديان اسمعني جيدا أنا لن أمشي اذهب أنت لوحدك أنا سأذهب بمفردي إلى اللقاء انتظر يا كوكي استمع إلى ما سأقوله لك يا له من ولد عنيد سوف ألقنه درسا قاسيا لن ينساه أين هو؟ ها؟ كيف تجر على ذلك؟ سألقنك درسا لن تنساه حسنا حسنا سأنفذ كل ما تطلبها حسنا إذا لم تصغي إلي سوف أستمر في معاقبتك هل فهمت؟ ها؟ حسنا سأصغي حسنا يمكننا الآن أن نبدأ رحلتنا هيا خبي خبي وهكذا بدأت رحلة سانزوشي وكوكي وفي أحد الأيام كان الاثنان يبحثان عن مكان يقضيان فيه الليل يا 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 هناك ضوء هذه بركة كبيرة هذه نعمة ها هل هناك أحد؟ أصغى سانزوشي إلى قصة هذا الرجل كان يعيش خلف هذا الجبل حيوان متوحش حقود يدعى جوهاكي وضع هذا الوحش عينه على ابنة هذا الرجل وقرر أن يأخذها عروسا له كوكي هل تستطيع أن تساعد هذا الرجل بقوتك العجيبة؟ مساء الخير يا عروسة الحبيبة أنا البطل هاكي نعم يا عزيزي أنت وسيم جدا هل تعنينا ذلك حقا؟ طبعا يا عزيزي هيا خذني معي أنا سعيد أنا مسرور جدا وأنت سعيد أيضا هل توافقين على الزواج بالني يا عزيزتي؟ اخبريني وحش يا إلهي النجدة غبي إنه أنت الوحش من أنت؟ قل لي من أنت؟ ولدت من الصخر فقد انشقت الأرض وأخرجتني لا تقول بأنك كوكي الوحش أنا سكتني أجل أنا كوكي كوكي الوحش النجدة لكن هاكي لم يستطع نسيان سيران لذلك فقد اجتمع مع صديق له يعيش في الصحراء لكن أنت تعرف أن وجهك ليس جميلا ومن الخطأ أن تتزوج تلك الفتاة الجميلة ما هذا الهراء الذي تقوله؟ أنا أريد أن نتزوج ومهما أكلف الأمر أنت صديقي وأرجو أن تساعدني نعم أوه يا لك من عنيد وفي اليوم التالي هيا نذهب هيا هيا أيها القرد المغرور تقدم بخشنا من أنت؟ عدت ثانية ها ولكن من هذا الذي بعد؟ أنا ساجوجي من المحر الرملي جئت أطلب المساعدة لصديقي هاكي هيا للقتال أنتما لا تعرفان قوة الحقيقية أوه عين هو تنينوا شرس؟ لا تقلك أنا مأرس بسرطة حسنًن ايضاً عجب أنك سبار مارك هيا حسنًن هاكي انتظر لحظة يبدو ان الامر لنسى هينا ايها القرد دعنا نوقف هذه المعركة هذا ما اردته بالضبط هيا هجوه حسنا اي الجانبين فاز في المعركة دعونا نلقي نظرة سريعة ايها القرد دعونا نلقي نظرة سريعة ستموجون انتظري يا كوكي ماذا تريد لا يمكن ان تقتلهم ماذا تقول لا فائدة من ترك هؤلاء الوحوش انهم وحوش حرام ان نكون سببا في موت الاحياء انهم اشرار يستحقون الموت اتفهم ذلك هكذا اذا انت لا تريد ان توقف المعركة ها حسنا اه اتوقف اتوقف ارجوك لا ارجو هل تعيدوني بان لا تقتل احدا اعدوك نعم سوف لنقتل احدا ابدا وبعد ان انقذهم سانزو صار هاكي وصديقه من اتباعه المخلصين الذين حاولوا التكفير عن افعالهم الشريرة فرافقاه في رحلته الطويلة الى تينجوكي بعد ذلك استقر سانزو في تلك البلدة البعيدة مع اصدقائه ان الحياة مع سانزو شيء ضيحة ايضا ومنذ ذلك اليوم كف كوكي عن غروره ومشاكساته وعاش مع اصدقائه في وئام واتفاق